السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم عن فضل اداء مناسك الحج فقريبا باذن الله تعالى سوف ينطلق حجاج بيت الله الحرام الى البقاع المقدسة لاذاء الفريضة الخامسة من اركان الدين الاسلامي فهنيئا لكل الحجاج والحجات ولنقل لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا جنيك لك لبيك إن الحمد والنعمة لدى المل لديك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا جنيك لك لبيك إن الحمد والنعمة لدى المل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذه هي التلبية التي أجاب بها إبراهيم الخليل عليه السلام رب العزة حينما ناداه وهو في الصحراء والفيافي وقال له بعد بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير هذا النداء ناد به ربنا عز وجل إبراهيم الخليل وهو في صحراء مكة المكرمة أمره بأن يؤذن في الناس بالحج فقال يا رب أن لي أن أؤذن وأن يبلغ صوتي فقال ربنا عز وجل يا إبراهيم أذن وعلي البلاغ فأدن إبراهيم الخليل فامتد صوته في الأفاق فكل من سمع النداء ولبى كتبت له حجه ومن لبى مرتين كتبت له حجتان ومن لبى ثلاثا كتب له على عدد تلبيته ياتوك رجالا أي على الأقدام يأتون على أقدامهم مشاتا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق الضامر وهو نوع من المراكب ويقصد به الناقة الغير السمينة الناقة التي تسير في الطرقات والفيافي وهي كناية عن تطور وسائل النقل في كل زمان ومكان من البهيمة والناقة إلى السفينة إلى العربة إلى السيارة إلى القطار إلى الطائرة وربما إلى أشياء أخرى ليست في بالنا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ياتون من كل بقاع العالم وهذا ما يحدث الآن ففي البقاع المقدسة نجد الكوكب الأرضي صار قرية صغيرة وتجمع في نقطة التمركز بمكة المكرمة ياتين من كل فج عميق لماذا؟ ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فالحج دين ودنيا فيه منافع للناس في تجارة في لقاءات اجتماعية وثقافية ودينية وفي مصالح سياسية وأيضا في ذكر الله سبحانه وتعالى في أيام معلومات هذه الأيام المعلومات هي محددة وأيام الحج خصوصا تبتدئ في الثامن من ذي الحجة الذي هو يوم التروية والتاسع من ذي الحجة الذي هو يوم عرفة والعاشر من ذي الحجة الذي هو يوم النحر وثلاثة أيام بعده المسمات بأيام التشريقة على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ويقترن مع عيد معه عيد الأضحى المبارك فالناس في البقاء المقدسة يقدمون الهدي أكثر من ثلاث مليون حج كل واحد يقدم رأسا من الغنم أكثر من ثلاث مليون بهيمة ثم إن العالم الإسلامي الذي عدده أكثر من مليار وأربعة مئة مليون نسمة كلهم يؤدون هذه العبادة المرتبطة بالحج في موسم عيد الأضحى على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير أياما معدودات تفصلنا عن أول طائرة سوف تقل حجاج بيت الله الحرام من المغرب إلى البقاء المقدسة وهذه الأيام المجالس العلمية المحلية بالمملكة الشريفة تقوم بتنسيق مع المندوبيات الإقليمية والجهوية بالإشراف على برنامج تأطير الحجاج لأداء هذه الفريضة دورات تشهدها الكثير من المساجد والمقرات العامة على امتداد التراب الوطني دورات تدريبية تتناول الجانب الشرعي والفقهي وكذلك التنظيم الإذاري مع التوجهات الضرورية للصحة حتى يتمكن حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم على الوجه المطلوب يسهر على حصص التطير أعداد كبيرة من العلماء والأئمة والمرشدين والمرشدات وغيرهم من المسؤولين عن وزاة الصحة والحماية الاجتماعية حتى يكون حجاجنا بإذن الله تعالى يسيرون في أمان ويعودون في سلام ونريد أيها الأحبة الكرام تماشياً مع هذه الجهود أن نعرف بفضل أداء الحج وعن مناسكه وعن أحكامه الفقهية ما يحتاجه الحاج قبل أن يغادر التراب الوطني اليوم حديثنا عن الفضل هذه العبادة هذا النسك ما هو فضله فضله أولاً أيها الأحبة الكرام هو أنه به يستكمل المؤمن فرائد الإسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن أركان الإسلام أخبرنا بأن هي خمسة بني عليها قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيطاء الزكاة وسوم رمضان وحج بيت الله الحرم لمن استطاع إليه السبيل حديث صحيح متفق عليه رواه الشيخان البخاري ومسلم فالمؤمن لما يؤدي مناسك الحج إنما هو يستكمل الركن الخامس من أركان الدين وهذا الحج أيها الأحبة الكرام أول ما قام ببناء الكعب المشرفة قيل هم الملائكة قبل خلق آدم عليه السلام وحينما نزل آدم عليه السلام إلى الأرض الدنيا وجد هناك الكعب المشرفة كانت مبنية فطاف حولها وسع وقيل بأن الكعب المشرفة كما جاء في بعض الروايات الحديثية لم تكن مبنية بالسخر وبالحجارة بل كانت عبارة عن لؤلؤة حمراء مجوفة كل من يراها يرى هبتها ويرى جلالها ولكن لما وقع السراع بين بني البشر وقتل قابيل هابيل وسال الدم الطاهر فوق الأرض غضب الله غضبة فرفع تلك اللؤلؤ الحمراء المجوفة التي تدل على جلال الله وعظمة الله وهبة الله ثم أمر الملائكة ببنائها بالحجارة ولما كان عهد إبراهيم الخليل عليه السلام أمره الله تعالى برفع القواعد من البيت وأذن في الناس بالحج ونزل قول الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أول بيت وضع للناس في الوجود هي الكعبة المشرفة بيت الله لالذي ببكة تسمى بكة وتسمى مكة لأنها تبك بها القوافل كل من مر هناك إلا ويجلس للاستراحة والارتشاف من ماء زمزم والنيل من الخيرات للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين الحج غير خاص بالعرب شبهة يقولها المستشرقون وغيرهم من خصوم الدين يقولون بأن الحج هو عادات وتقاليد عربية قديمة وربنا يقول بأنه هدى للعالمين العالمية أو العولمة التي تحدث عنها الناس اليوم ربنا كان صباقا لذكرها في كتابه العزيز مرات متعددة ألف لا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الحمد لله رب العالمين فالدين الإسلامي هو غير خاص بالعرب والحج ليس تقاليد عربية قديمة بالية وإنما هو هدى للعالمين فيه آيات بينات فربنا عز وجل كرم هذه الكعبة المشرفة بأن يطف حولها الناس سبعا ثم جعل تكريما آخر قريبا منها في جبلي الصفا والمروة ليكون هناك السعي سبع أشواط فقال الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم بهذا شرع الله سبحانه وتعالى الحج في مقاصده العليا في القرآن العظيم القرآن الكريم هو الدستور الأعلى للمسلمين مصدر التشريع الأول للمسلمين لكن تفاصيل الحج وما يتعلق بالأحكام الشرعية أين نجدها؟ نجدها في سنة النبي المطهرة صلى الله عليه وسلم فهو لما أراد أن يحج قال أيها الناس إن الله قد أمركم بالحج فحجوا ثم قال خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم فكان هو يحج والناس يطوفون ويسعون كما يفعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا يمكن بتاتا أن نفهم الحج فقط اكتفاء بالقرآن كما يقول من يزعمون أنفسهم بالقرآنيين وإلا فإن القرآن العظيم تكمله السنة النبوية الشريفة القرآن العظيم هو المصدر النظري للإسلام والسنة النبوية هي المصدر التطبيقي العملي للإسلام وإن شاء الله تعالى في هذه الحلقات سوف نستعرض الآيات القرآنية بشكل مجمل وسوف نتعرف عن الأحكام المرتبطة بالحج بشكل مفصل أي من سنة النبي المصطفى من الكتب الخمسة من صحيح الإمام البخاري والصحيح الإمام مسلم والسنن الترميدي وابن ماجة وأبي داود والنسائد هذه الكتب التي هي تبع للقرآن العظيم ضمت سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أول ما ينبغي أن يتعرف عليه الحج الذي أراد أن يذهب إلى البقاء المقدسة عليه أن يعلم بأن الحج هو نادى المنادي الله تعالى هو الذي نادى عليه لا تعتقد بأن الحج مرتبط بالقرعة أو مرتبط بالقوة المالية أو مرتبط بالقوة معرفة بعض الناس أنه في دينة السلطة أبدا الحج هو نداء من السماء من أحبه الله تعالى نادى عليه وبسط له الأسباب وهيئ له الأمور ويتم النداء كل ليلة القدر ليلة القدر التي فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا هذه الليلة المباركة ربنا يقدر من سوف يكون حجاجا ومعتمرين هذه السنة يسمون وفود الرحمن هذا الحج قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن من أداه ربنا يغفر له جميع الذنوب طهارة من الذنوب فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج أو رجع كيوم ولدته أمه رجع كيوم ولدته أمه بمعنى أن جميع الذنوب والخطايا التي كان قد ارتكبها في حياته ربنا عز وجل يغفرها كلها كبيرها وصغيرها ويعود الحاج وهو كأنه طفل صغير لهذا أول بشارة أقول للحجاج لما يوفقهم المولى عز وجل لأداء المناسك ولما يعودون مرة تانية إلى أرض المغرب يا حج جبت الله استعدوا إلى رؤية منامية سوف تتكرر عليكم وإي أن الحاج يرى نفسه في المنام أنه عريان هذه الرؤية تتكرر دوما كنا كل سنة إلى الحج فأجد بعض الناس يقولون لي عندي سؤال حرج ما هو؟ رأيت في المنام أنني أمر في الشارع بين الناس وهم يلبسون لباسا وأنا عار من اللباس أو كنت أجلس مع العائلة في مجلس والكل يلبس لباسه المحتشم إلا أنا عار من اللباس قد يكون الدكر أو الأنت نفسا فيشعر بالحرج ويخاف ويشعر ربما كأنه متلبس بمعصية فكانت البشارة أن أقول لهم هذه دليل على أن حجك مبرور وسعيك مشكور وذنبك مغفور لأن من رأى في المنام أنه عريان معناه أنه قد غفر الله له كل ذنوبه وصار مثل الصبي الذي خرج من مطن أمه عريانا ولهذا الحج عادة يلبس اللباس الأبيض ويتجرد من المخيط بحل الكتنى البيضاء أو الخرق البيضاء التي نكسوها للطفل الصغير حينما يستهل بالصياح لما يخرج من مطن أمه وهو مغفور له بل هذا الحج هو يهدم ما كان قبله كل ما كان قبله هذه بشارة عظيمة معظم الأمراض النفسية والضغوطات النفسية سببها أحداث الماضي الماضي عندنا أحداث أليمة أو وقعنا في خطايا أو وقعنا في ذنوب والضمير يحاسبك ونفسك تحاسبك وتشعر بأنك دوما أنك ملوت وأنك غضب الله محيط بك لكن إذا وفقك المولى عز وجل للذهاب للبقاء المقدسة أبشر فربنا عز وجل وعد بأنه سوف يهدم كل ما قبله وهذا ما كان يبشر به سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمر بن العاص الداهية عمر بن العاص كان في الجاهلية كان قوي على المسلمين وكان الشديد على المسلمين ولما أسلم صار سياسيا داهية قويا ولما أراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم لم يبايعوها كذا مجانا وإنما صار يشترط قال لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا نبي الله ابسط يديك لأبايعك فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده قال عمر بن العاص فقبضت يدي فقال النبي الكريم ما لك يا عمر لما قبضت يدك قال أشترط يا نبي الله قال تشترط ماذا قال أشترط أن يغفر لي فإن دنوبي كثير في الجاهلية كنت مستبدا وكنت ظالما وكنت 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 وإذا أردت أن أبيعك أشترط على ربي أن يغفر لي فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عمر يا ابن العاص أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله هذا الحديث صحيح رواه الإمام مسلم فكل ما ما كان عندك أي والحج أو أي والحجة من الماضي الأليم وكلنا ذلك الإنسان عنده ماضي فربنا سبحانه وتعالى بشرنا بأنه كل الخطايا تهدم وتخرج من من ذنوبك كيوم ولذك أمك ثم هذا الحج فيه كرامة أخرى وهي أن الله تعالى وعدنا بأن بأن الحج يغنيه المولى الغنى الناس يتحاربون ويتسارعون من أجل المال والحق سبحانه وتعالى وعدنا بأن المال والرزق والخير والعطاء سيكون أين عند الحجاج وعند المعتمرين حتى ولو كنت فقيرا أغناك الله فالحج والعمرة ينفيني الفقر وقد قال صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة تابعوا بين الحج والعمرة فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد وفعلا كل من داب إلى العمر أغناه الله أينما وضع يده يربح إذا تاجر يكون ميسر وإذا كان موظف يكون مبارك وإذا كان ما كان ربنا يكرمه هذا وعد من الله تعالى فالحاج هو وافد على الله ومن وفد على الله أكرمه الله وقد قال صلى الله عليه وسلم الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وافد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم سألوه فأعطاهم بمعنى أن الله يعطيهم الدعاء المستجاب لهذا أيها الأحبة الكرام إذا رأيتم حاج أو معتمر سيدة من البقاء المقدسة أو عادة من البقاء المقدسة أطلبوا منه الدهاء أطلبوا منهم الدعاء لأن دعوتهم مستجابة ربنا قال دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم وهؤلاء كما جاء في الحديث وافد الله إن دعوهم أجابهم وإن استغفروه غفر لهم فإذا وجدت فإذا وجدت حاجا سوف يذهب إلى البقاء المقدسة قبل أن يذهب أطلب منه الدعاء أطلب منه أن يستغفر لك أطلب منه دعوة خاصة وإذا عاذ من البقاء المقدسة أيضا أطلب منه بل أنظر إليه لأنه مغفور له ومن نظر إلى مغفور غفر الله له وهذا طبعا يتحقق إذا كان الحج مبرورا لأن الحج هو مراتب أنواع علينا أن نحرص أن يكون حجنا مبرورا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فالحج الذي حج حجا صحيحا فهو مبشر بالجنة المبشرون بالجنة كتر هناك العشر الأوائل المبشرين بالجنة وأيضا كل من أصيب في عينيه فقدأ عينه وصبر واحتسب ليس له جزاء إلى الجنة فهو مبشر بالجنة وكذلك كل من حج حجا مبرورا ليس له جزاء إلا الجنة طبعا ما هو الحج المبرور هو الذي لا يخالطه إثم وهو الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق وقد قال بعض أهل العلم من علامات الحج المبرور أن الحج تزداد بعده خيرا في خير ولا يعود للمعاصي بعد رجوعه لهذا قال الإمام الحسن البصري قال الحج المبرور أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة أهم من علامات الحج المبرور أنه لما يعود الحج يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة ليس معنى هذا أن زاهر في الدنيا أنه ينقطع عن الوجود وينقطع عن الحياة بالعكس الحج يكون أكثر الناس حضورا في المجتمع يحضر في كل شيء له أن يشارك في العمل السياسي في العمل النقابي في العمل الحكومي في العمل الجمعوي في الحركة التجارية ولكن يكون نموذج يحتذا أنه لا يكون فيه طمع ولا يكون فيه رغبة في تملك المال بل يعطي النموذج الأمثل في الإصلاح والصلاح الدنيا حتى إذا ملكها كانت في يده أما قلبه فهو مليء بحب الله أن يرجع الزهن في الدنيا راغبا في الآخرة يعيش الدنيا ولكن يضع نصب عينيه أنه سوف يرحل عنها ويكون في الدار الآخرة لا ننسى أيضا أيها الأحبة الكرام أن هذا الحج هو مدرسة عالية للأخلاق الحميدة فالإنسان دائما يطمح لكي يتعلم المزيد من الأخلاق الحميدة تعلمها في بيت أمه مع وارديه داخل الأسرة وتعلمها في المدرسة الابتدائية وتعلمها في المساجد وتعلمها في متقايات متعددة نحن دوما نبحث عن مدارس للأخلاق الحميدة ولعل أعلى مدرسة مدرسة عالية للمدرسة للأخلاق الحميدة هو الحج فربنا عز وجل ماذا قال قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزود فإن خير الزاد التقوى والتقوني يا أولي الألباب فالإنسان لما يحج ما في رفث الرفث هو هو مقدمات الجماع النظر والابتسامة والكلمة الحلوة اللي فيها إغراء الحاج يبتعد عن كل ذلك حتى مع زوجته لا رفث ولا فسوق الفسوق هو أن الإنسان ينتهك الحرمات ولا جدال في الحج الجدال حتى ولو أنك أنت على حق والآخر على باطل تقول له افعل ما تشاء أنا سأصمت لا تجادل وما تفعل من خير يعلمه الله الله تعالى يراقب ويواكب أحداث العباد ونتزود الزاد يعني الطاقة التي بها نزداد إيمان ويقين هي التقوى فإن خير الزاد التقوى والله تعالى دائما في الحج يذكرون بقوله والكاظمين الغيض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين دائما الإنسان يكذب غيضه ويعفي عن الناس لأن الحاج لما يذهب يرافقه شيطانه كل حاج يأخذ حقيبته ويأخذ جواز سفاره ويأخذ كل ما يحتاج إليه ويرافقه من الخلف شيطانه وكل حاج لما يتقون في ذلك المقام كل يرافقه شيطانه فتبدأ المجموعة من الأشياء هنا لا بد من التواصي بكضم الغيض والإعفاء عن الناس ونتزود بالتقوى لأن الحاج في الأصل هو أفضل الجهاد جهاد النفس تربي نفسك على شضف العيش وتشعر بالغربة بعيد عن العائلة والأهل والأحباب وتشعر بأنك وحيد بعيد بعيد عن من كان يعتني بك ويقدم لك الخدمات وتجاهد نفسك إذا رأيت شيئا لا يعجبك فأمنا عائشة رضي الله عنها لما قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد نحن النساء أفلا نجاهد فقال صلى الله عليه وسلم لكن يا عائشة أفضل الجهاد حج مبرور أفضل الجهاد حج مبرور فلنسا لما يقوم بأداء هذه المناسك على حقها فإنه يكون بمثابة المجاهد بل أفضل المجاهدين هذا الحج أيها الأحباب الكرام هو فرضه الله تعالى من فوق سبع سماوات و قرون وقرون منذ عهد إبراهيم عليه السلام بل قبل عهد نبي الله إبراهيم عليه السلام والحج كان كل في تاريخ البشرية إلى يومنا هذا لا زال الناس يحجون ويعتمرون وسيضل الناس يحجون ويعتمرون أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تاريخ البشرية سوف يشهد تقلبات ويشهد أوبئة وأمراض وسوف تظهر فتن عظام وتظهر حروب فتاكة ومع ذلك يبقى الحج ولا يكاد ينتهي متى ينتهي؟ ينتهي بعد خروج ياجوج ومجوج هكذا قال النبي الكريم لا يحججن هذا البيت ولا يعتمرن بعد خروج ياجوج ومجوج حتى لما يأتي قوم ياجوج ومجوج هم علامة من علامات الساعة الكبرى أنا داك ربنا عز وجل يقبض أرواح المؤمنين الصادقين ولا يبقى على الأرض إلا شرار الخلق لا يبقى على الأرض إلا شرار الخلق فنحن كلما رأينا الحج وموسم الحج نقول بأن الساعة ما زالت بعيدة بعيدة وما زال الخير في أمة لا إله إلا الله لأن من علامات الساعة أنه لم يكن هناك حج ولا يبقى أرواح المؤمنين الصادقين ولا تقوم إلا على شرار الخلق أما الآن فالحمد لله ما يزال أهل الخير وأهل الإيمان وأهل اليقين منتشرين في كل مكان فهذه نعمة عظيمة أكرم بها الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين وبعض الناس ربما يشعرون بالحرج لماذا هم لا يحجون ولماذا ما عندهم قدرة على أداء هذه الفريضة لأن التمن ربما فوق الطاقة وربما أن الضروف لا تسمح والإجراءات الإدارية والموانع الكثيرة فعلا هناك موانع كثيرة كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه حج قبل أن تمنعوا حج قبل أن تمنعوا بعض الناس ابتكروا ما يسمى بحج مسكين ما هو حج مسكين هو تلك المواسم التي تعقد في بعض القرى والبوادي فالناس يذهبون إلى بعض القبور ويطفون حولها ويزورنها يسمونها بحج مسكين وهذا خطأ في الاعتقاد ربنا وضع لنا طريقة سهلة لنيل فض الحج ما هي وهي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة 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 الإنسان لما إذا أراد أن يغتنم أجر الحج يعني بلا قرعة بلا فيزا بلا سبعة ملايين سنتيم بلا غربة على العائلة والأحباب من تعذر عليه هذا الأمر ماذا عليه أن يفعل؟ أنه يصلي الفجر في جماعة يصلي الفجر في المسجد مع الجماعة والمرأة تصلي في بيتها ثم بعد الصلاة يجلس ويذكر الله تعالى يملأ وقته بالذكر لمدة ساعة أو ساعة ونصف حتى تطلع الشمس ثم بعد ذلك يقوم ويصلي ركعتين الركعة الأولى بالفاتحة والإخلاء والكافرون والتاني بالفاتحة والإخلاص من فعل هذا كانت له كأجر حجة وعمرة تامة 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 فهذا أمر ميسر ممكن أن تأخذ وتغتنم أجر الحج كل يوم كل يوم تغتنم أجر الحج بأن تصلي الصبح في جماعة وتقعد لجلسة الذكر حتى طلوع الشمس وتنال هذا الفجر والثواب فنسأل الله تعالى أن يوفق عباده المؤمن الصادقين لأداء الحج وأن يسهل لهم الطريق للوصول إلى البقاع المقدسة وأن يبارك الله تعالى في الجهود ويجعل حجهم مبرورة وسعيهم مشكورة ودنبهم مغفورة وقولوا معنا جميعا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة